بجد يعني مبسوطة جدا خانينا التكلم طبعا الرياضيين يقولنا برضه مناسب اليهم في اي هو اكيد برضه بياخدوا حاجات مكملة مثلهم لو إنهم يعملون عليه الرياضيين اللامر الليلة عايزين يبنوا وعضلات بياخدوا بروتينات يعني بيقطروا البروتينات محتاجين ايه من الفيتامينات أهم الفيتامينات؟ محتاجين لمجموعة فيتامين بيه الكاملة ليه لأن داعم جدا للأعصاب الرياضين لو أعصابهم خفيفة بتلاقي شوية الارتجاه هو داعم للأعصاب الرياضين محتاجين فيتامين سي داعم للمناعة فيتامين بي داعم للأعصاب ودعم للتمثيل الغذائي فهديهم نشاط فيتامين سي مناعة لو أنا رايحة للجيم الحاجات عندي مش متعقمة وحطيدي إيدي منعتي ضعيفة وفي بكتيريا وأي إنفكشن داعم للمناعة فيتامين سي وزنك كمان كمان الزنك داعم للمناعة وبيريح لي العضلات فقلب مالتي فيت هيبقى رائع ياخدوه بعد الغداء بساعة وقبل التمرين بساعة عشان هيحسوا بنشاط أكتر طب معنا تليفون ناخد فاطمة معنا شوية تفضلي فندم أستاذ فاطمة أهلا بحضرتك أهلا بيك يا فندم تفضلي أهلا بيك يا أستاذ فاطمة أزاي حضرتك الحمد لله يا رب أنا بس كنت عايزة أستفضل عن حاجة فضال أنا الفترة دي شعري بيقع بشكل رهيب قوي مع إني باهتم بيك فايس قوي بس هو بيقع بشكل رهيب عندك كم سنة يا فاطمة 27 سنة 27 أوكي بمتعديش فيتامينز خالص يا فاطمة يعني ما جربتش تاخدي فيتامينز عشان نشعارك لا خالص يعني كنت بحاول عوضة بالأكل ما بتكليش خضار سلطات حاجات مهمة مفيدة يعني مش دايما على الصراحة يعني على حسب ساعات بيكل وساعات لا بس أنا لقيت أن الفترة دي الموضوع بقى زيد قوي إن هو بينزل بكميات كبيرة فاطمة بوسي أنا عايزاك تجربي من ساعة ما شفتيني دلوقتي هتطلبي ألب مالتي فيت ألب مالتي فيت دعم جدا للشعر لاحتواءه على كذا حاجة لاحتواءه على البيوتين مهمة قوي وعظيمة حفظة الزنك مهمة قوي 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 للشعر وعايزاك تتطميني على نسبة الحديد أكيد لأن هتأخذي ألب مالتي فيت بس لازم عندي الحديد يبقى نسبته كويسة والهيموغلوبين فأنت هتعملي سي بي سي كومبليت بلاد بيكتشر هتطميني من نسبة الحديد بلس القلب مالتي فيت زينك بايوتين فيتامين سي اللي بيعزز لي امتصاص الحديد هتلاقي وطبعا هتطميني على الغضة الضرقية أكيد بتاعتك وأنا متأكدا إن شاء الله نبقاش فيها حاجة هتجربي قلب مالتي فيت هتلاقي شعرك بطل يقع مدام ما عندكيش مرض مزمن إن شاء الله ما يبقاش عندها حاجة هتكلمين على البيوتين بسرعة أيضا البيوتين البيوتين رائع البيوتين من أحد عائلة فيتامين بي اللي هو فيتامين بي 7 البيوتين مهم جدا لصحة الشعر جدا البيوتين مهم للضوافر البيوتين مهم لترتيب البشرة الله إحنا سمعنا البيوتين للشعر اللي أنتي بتشوفه مكملات غذائية كتير بالبيوتين لصحة الشعر لكن الناس كتير مش عارفة أنه مهم للبشرة مهم للضوافر ومهم لعملية التمثيل الغذائي طبعاً البيوتين موجود في ألبا مالتي فيد فنسيت طبعاً أسأل نسيت اسم البنوتة فاطمة فاطمة هتجيبي ألبا مالتي فيد سواء من سلة السيدلات المعروفة سواء أو تقدري تطلبيه أسهل لو عايزة من عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة بيوصل لحد باب البيت هي أعتقد كمكتوبنا في قاهرة هتاخده بعد الفطار أو بعد الغداء على كوباية ما يطبيرها هتلاقي شعرها في تحسن وهتلاقي نشاطها أحسن وهتلاقي مودها أحسن يمكن المود بيأثر على الشعر خلوا بالكم يا بنات المود بيأثر على الشعر بيقع لما بيكون في حالة نفسية نفسية مش حلوة بس هو هيدعم نفسيتها على فكرة هيدعم احنا بنحتاج كده